تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح فاق التواصل معكم لاستقبال أرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام عموما أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها إن شاء الله زميلتي في السوديو الدكتورة ميسون الشعالي ولكن قبل ذلك نرحب كذلك بفريق العمل معنا في التنسيق ميرا لغفر لي صبحت الله بالخير في إعداد هذه الحلقة يوسف سعد وأيضا في الإخراج المبدع دائما أي مسار حيل أسعد الله صباحك دكتورة صباح الخير رمحم حمود شخ بارك الحمد لله على السلام الله يسلمت أرقام التواصل معنا أرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 جميل نحن نبتدي فقراتنا في حلقة اليوم مع خصائية التغذية إيمان محمد فروخ بتكلمنا عن شو دكتورة عن تغذية الأطفال المصابين بالارتجاج المريء بالارتجاع المريء حتى الكبار أصلا بعد يصابون بهذا الارتجاع صباحك الله بالخير إيمان ألو صباح النور عليكم جميعا يا هلا يا هلا إيمان كلمين عن ارتجاع المريء أوكي الارتجاع المريء عند الأطفال هو بيكون في عندهم ارتخاء في العضلة اللي بين المريء والمعدة في الوقت الخطأ اللي هي محتويات المعدة تتدفق محتويات المعدة من المعدة إلى المريء فبصير في عنا تقيأ أو ترجيع حاد صح وهي أكثر شيوع بين الأطفال اللي هم أقل من 18 شهر فإذا فوق 18 شهر بيكون الوضع غير طبيعي وممكن في بعض الأحيان لما تكون حادة أو سوير تحتاج لجراحة طبعا متى لازم يزور الطبيب إذا لاحظوا أن الطفل أقل عن الوزن الطبيعي لعمره ما بيكتسب الوزن دائما بتقيأ مع كل رضعة بقوة وممكن مثلا إذا تقيأه كان فيه اللي هي كوفي جراند المادة تشبه القهوة المطحونة أو بتقيأ دم برفض الطعام أو فيه دم في البراز ممكن في منهم بيعانوا من صعوبة بالتنفس أو سعال كل ما يتناول طعام بيصير فيه انفعال يعني مختنع تصل شو أسبابها؟ في عنا ثلاث أسباب رئيسية اللي هي الولادة المبكرة عند الأطفال اللي هي أطفال الخدج أو بسبب احتواء الطعام بسبب صري احتواء اللي هو النظام الغذائي تبعهم على السوائل دائما متندين على الحليب وبسبب أنه في أهالي بيخلوا الطفل مستلقي على وضعية مسطحة ما بيخلوهم يناموا على درجة 45 بارتفاع شوائي أيوة بارتفاع زاوية 45 المضاعفات يعني بيكون في عندهم اختناء زي ما قلنا أو اللي هي الترجيع المستمر ما بيخلو الأكل يضل في معددهم بيكون في عندهم صعوبة في اكتساب الوزن جميل إيمان شو أهم الممارسات اللي يجب على الأولياء الأمور إنهم يتصرفون فيها في هذه الحالة؟ في طارد التغذية ننصح دائماً للأهالي إنه يرضعوا طفلهم مرات كثيرة بكميات صغيرة اللي هي ويوقفوا الرضاعة وكل خمس دقايق ويساعدوا الطفل على الترجشه بعد ما يخلص الرضاعة من 20 إلى 30 دقيقة ممكن بعدها تناموا يعني ما يناموا الطفل على طول بعد الرضاعة إذا كانت الأم بتردع عشان تشيل احتمالية إنه هاي الترجع ممكن لأنه ممكن تكون حسسية يعني إذا هي مغيرة مثلاً من حليب لحليب نسألها للأم إذا مغيرة من فورميلا لفورميلا ممكن يكون الطفل مش متقبل للحليب بس إذا مثلاً بتردع ممكن تكون حسسية من الأشياء اللي الأم تاكلها فبنقولها متنعي عن الألبان أو اللحوم اللحوم البيض السمك اللي هي الأشياء اللي ممكن تسبب الحسسية للطفل إذا استبعدنا هاي الأشياء معنى الطفل عنده ارتجاع يعني الدكتور بيعمله الفحفات اللازمة أو مثلاً إذا استخدام اللي هي الحليب السماعي تستبدل الحليب المرضعة في إلها أحجام مختلفة للمرضعة ممكن تكون صغيرة أو كبيرة فدائماً نتأكد أن تكون مناسبة لعمر الطفل وأهم نقطة اللي هي زيادة سماكة الحليب في حليب أردي بيجي هو سميك اللي هو anti-reflex formula إذا كانت على حليب صناعي أو إذا مثلاً مش متوفر في السوبر ماركت لأنه إجاد فترة ونقطع عندنا هذا الحليب فإحنا بنضيف اللي هو الرز المطحون ونضيف الرز المطحون نضيف الرز المطحون دكتورة في أي أمر؟ الرز المطحون لأنه أعمل فهو ممكن من ثلاثة شهور أربعة شهور ثلاثة إلى أربعة شهور بنضيف اللي هو الرز المطحون ونحاول نسمك الحليب سواء حليب الأوم أو حليب اللي هي الفورمولا شكراً لك يا إيمان شكراً عزيزتي أهلاً إذن كانت معنا إيمان محمد فروخ خصية تغذية في هيئة الصحة في دبي دكتورة عندك فكرة عن الاتجاع المريب بالنسبة للكبار؟ شو المفروض الواحد يسوي؟ المفروض أول شيء لازم الواحد يراجع الطبيب بعدين يبتعد عن الأشياء من الأكل اللي تسبب لزيادة الحموضة لأنه العبارة السوائل تطلع ترجع تطلع فوق مثل الفلفل مثلا؟ الأشياء الحارة والحمضيات فهو أحسن شيء راجع مع الدكتور دائماً يعطونا أدوية بحيث أنه يزيد القلوية عنده شوية لختيمان ذكرت معلومة وايد مهمة بالنسبة للأطفال هذه المعلومة تسحب على الرجال بعد كذلك أو كبار السن أن لتنيمين الطفل على طول خليه 20 دقيقة لين نص ساعة بالنسبة للكبار أنا أقولكم إياها يعني آخر وجبة إذا عندك ارتجاع في المريء آخر وجبة ممكن تأكلها قبل النوم بأربع ساعات مفروض الأكل يكون قبل النوم تقريباً أربع لثلاث ساعات أي بس هذا اللي عنده يعني ارتجاع مريء لازم يفكر فيها وبعدين غير هذا ابتعد عن الأمور اللي ممكن يعني تسوي لك تنشن نفسي أو أنك أنت تكون يعني عندك توتر نفسي حاول تبتعد عنه حاول قدر الإمكان أنك أنت تكون ريلاكس لأن هذه بعد تأثر بشكل كبير في هذا الموضوع القهوة يقولون دكتورة بعد كذلك بالنسبة لارتجاع المريء القهوة لازم تقلل منها ممكن يزيد عليهم الحموضة بالقهوة بعد طيب نحن بس بويت أقول شيء علشان الأطفال مثل ما هي قالت لهو التجش نحن نقول لازم الدعسة بعد ما تشرب الحليب لازم يدعس البيبي علشان مايرجع لازم الأم تتأكد من هذا الشيء نحن نسميه يتشعد نحن ندري على حسب اختلاف الثقافات ممكن واحد نقول له يعني دعسة ولا يتشعد وهي شو قالت يتشجع يتجشع شو شو الحازوقة يعني صح يتجشع يتجشع والله صعب بعد تسمونا حازوقة صح ايه لا الحازوقة غير وبتسمونا الحازوقة لا لا الحازوقة غير اوكي اوكي هو هاي هي لازم يسوي شيء أقول لت حولتي برنامج نبارك الله فيه تلك برنامج لغوي خلونا نرجع للصحة ناخذ فاصل ان شاء الله قبل الفاصل نذكركم بأرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة طيب في شكوة طويلة عريضة بس خلني أقراها أنا تحت الفاصل بأشوف إذا تصلح أن نحن نقوله على الهواء لأنه موضوع مش خاص بهيئة الصحة ولكن منشوف منشوف كيف ممكن نتعامل معها فاصل وراجعي أسعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طيب المسجد اللي كان واصل لني قبل الفاصل قد أقراه للأسف ما أقدر أقراه لأنه موضوع يخص الموارد البشرية في الجهة اللي أنت تعمل عندها فراجعوا فيه قانون واضح للموارد البشرية سواء الموارد البشرية الخاصة بالقطاع المحلي في إمارة دبي أو حتى في الحكومة الاتحادية هذا من جهة من جهة ثانية لحظة دكتورة والله بلحظة شوي نزيل أوكي صبحكم الله بالخير باللغة العربية يتجشأ وليس يتجشع شكرا ويدسع وليس مهم الكلمة يدسع يدسع شكرا على المسج اللي صلح لنا الكلام ومعلقني يقولوا ليش الطفل سيارة بالخير يعني شكرا شكرا جزيلا طيب دكتور جاهزي أنا ولا شكرا مهم مشكلة نحن مناخذ دراستنا اليوم عنا دراسة تقول يؤكد العلماء على ضرورة شرب الماء دائما حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش وخصوصا الماء النقي وليس المشروبات مثل العصائر والشاي وال المرق شربة عرف المرق صالونا بس يعني ويقصد هنا شرب الماء يعني عشان ما تشعر بالعطش يعني السوائل كان يتكلم طيب ولكن لماذا لا يرغب البعض منه بشرب الماء يقول العلماء أن ذلك قد يكون أحد الأعراف الاضطرابات تحدث داخل الجسم لأن جسم الإنسان من الناحية الفيسيولوجية بحاجة دائما للماء وحتى إن لم يشعر بالعطش لذلك فإن عدم الرغبة بشرب الماء قد يكون نتيجة عدم قيام الكلاب وظيفتها بصورة كاملة أو خلل في إرسال واستلام الإشارات في الخلايا العصبية يشير العلماء إلى أن جسم الإنسان يصرف يوميا بطرق مختلفة ما مقداره 2.5 لتر من الماء يعني 2.5 لتر ومعدل الصرف هذا لا يكون في الأجواء الحارة بل في ظروف حرارة ورطوبة مريحة ولكن في درجات الحرارة العالية عند القيام بمجهود بدني يفقد الجسم الماء بصورة سريعة لذلك يحتاج الجسم إلى ما أكثر من أجل الحفاظ على التوازن المائي فقلة الماء في الجسم تسبب حصاف الكلا وخلل في عملية التنثير الغذائي وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم والصداع وظهور التجاعيد في الوجه أنا عارف أن كل القبل ما همكم إلا هذا الموضوع ظهور التجاعيد في الوجه إن عدم الشعور بالعطش نهائيا أمر مقلق ويجب على من يعاني من ذلك مراجعة خصائي أمراض الكلا وخصائي أمراض الجهاز العصبي الماء سر الحياة أكيد الماء جدا مهم للجسد طبعا نحن نفقد الماء عن طريق العراق أو مثلا ليش رأب ما يروح في الحمام شي يفقد الماء الـ recommendation أو التوصيات للماء تقريبا 2 لتر فيه اختلافات يعني فيه ناس تقول حك كل 20 كيجي واحد لتر يحسبونها بهذه الطريقة المهم الواحد يحاول في اليوم يأخذ على الأقل 2 لتر طبعا فوايد الماء الماء مهم جدا للجسم عشان ما يصير الجفاف كذلك الناس اللي عندهم امساك ينصحونهم دائما أن يشربون ماء بزيادة اللي حاب يسوي رجيم ينزل وزنه الماء ممكن يشبعه وكذلك يزيد عملية الأيض في الجسم فيحرق زيادة وطبعا مثل ما قال الأخوي محمود للبشرة سواء للشيخوخة أو حتى للحبوب اللي تطلع في البشرة زعطيني ماء الله خليت عموما الريادة العالمية اللي حققها مركز دبي للسكر التابع لهيط الصحة بدبي لم تأتي من فراغ فهناك العديد من الأسباب التي دفعت من المركز ليكون في هذه المكانة الدولية المميزة في واحد من أهم التخصصات الطبية والمشكلات الصحية المعاصرة التي أصبح للمركز ولله الحمد بصمة خاصة في الحد منها والوقاية من مخاطرها وآثارها الممتدة حول مركز دبي للسكري إنجازاته ريادته دوره في الحد من مشاكل داء السكري وتنمية الوعي المجتمعي بمخاطر هذا الداء معانا في الستوديو الأستاذ عبدالله يمع الحلو مدير الشوون اللي داريه لمركز دبي للسكري صبحك الله بالخير أخي عبدالله لا سؤلفوا إياي عادي هذا المايك موجود آه أوكي مرحبا أخي محمود صباح النور وسرور نزيل اليوم نحن ما نتكلم شكرا على المخاجر أو ما نتكلم اليوم عن مركز دبي للسكري في هذا المركز للأمانة واحد من المراكز العالمية نشوفه بإمكانياته بقدراته فعطنا في البداية عن مجمل إنجازات هذا المركز والإمكانيات اللي موجودة في هذا المركز بسم الله الرحمن الرحيم في البداية شكرا لك على المقدمة الجميلة بالنسبة لمركز دبي للسكري ونحن دائما يعني الحمد لله فخورين بيعني وجود مركز مثل مركز دبي للسكري في دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز طبعا اليوم يعتبر صرح طبي ويعني تعليمي في نفس الوقت وحاز المركز في الفترة الأخيرة على الحقيقة ثلاث يعني اعتمادات دولية من منظمات عالمية اليوم يعني يعتبر مركز دبي للسكري هو المركز الأول والوحيد على مستوى العالم في الشرق الأوسط يعني بالنسبة اللي تميزه في البرنامج العلاجي المتكامل اللي يتم من خلاله يعني علاج الإنسان للمصاب بالسكري وأيضا يعتبر اليوم مركز دبي للسكري هو الأول والوحيد على مستوى المنطقة كمركز تثقيفي للمصاب بالمداء السكري ومثل ما تعرفين دكتور أننا أيضا نحن خلال الشهر اللي طاف خذنا أيضا اعتماد المنظمة المشتركة اللي هي جي سي آي اي الله يبارك فيك كأول مركز على مستوى العالم اللي حصل نسبة 99.8 إجمالي نسبة التقييم من أول مرحلة يعني جميل فأيضا هذا يضاف إلى يعني على مركز دبي للسكري وعلى إنجازات هيئة الصحة بشكل عام جميل فإذا بنتكلم نحن مثل ما تفضل أخوي محمود أن مركز دبي للسكري اليوم يعتبر من المراكز الرائدة البرنامج العلاجي اللي تم وضعه من أول يوم تم افتتاح مركز دبي للسكري لأن اليوم برنامج فريد من نوعه وبرنامج لا يتم فقط علاج الإنسان المصاب بالسكري وإنما يتم من خلاله إلى إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري من جميع النواحي الخدمات اللي موجودة في مركز دبي للسكري خدمات شمولية بحيث أن يتم يعني علاج الإنسان اللي مصاب بالسكري من جميع النواحي طبعا عندنا خدمات استشارات طبية خدمات اللي هي التثقيف الصحي التغذية عندنا أول عيادة متكاملة على مستوى الهيئة الصحة في دبي ويمكن المستوى الخاص أول عيادة متكاملة بالنسبة للعنايب القدم بناخد فاصل وبنرجع وياك إن شاء الله أخوي نحب نذكركم برقامة التواصل 600551414 ورسائل نصية على 4006 ويدسع يدسع والله حفظتها خطاص فاصلوا راجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى من سمعين أكرا وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600551414 الرسائل النصية على 4006 ونرجع مع الأستاذ عبدالله جمع الحلو مدير الشؤون الإدارية لمركز دبي للسكري يكلمنا عن الإنجازات المتوالية مركز دبي للسكري فضل أخي الله يبارك فيتي نحن توقع وقفنا عند الإنجازات مركز دبي للسكري والاعتمادات الدولية اللي حصل عليها مركز دبي للسكري صحيح بس نحن نريد أن نعرف حين الوسائل للتطبيقات الذكية بما أن نحن نتحدث عن حكومة ذكية وأنتم عندكم الكثير من الوسائل المستخدمة في المركز بتقنيات عالية دعنا نتكلم عن هذا مركز دبي للسكري طبعا كونه هو المركز الوحيد اللي موجود على مستوى المنطقة واللي نحن عندنا نظام الإعلاجي اللي هو بواسطة الفريق الطبي المتكامل نحن اليوم نؤمن الفريق الطبي المتكامل اللي يعني فيها يعني ما يتم علاج الإنسان المصابدة السكري فقط من قبل الطبيب مع الطبيب في عندنا نحن سبع أعضاء في عمل طبي اللي هو يتمثل في الأخصائي التثقيف الصحي أخصائي عفوان التغذية وخصائي فحص شبكية العين وأخصائي التمارين الرياضية وأيضاً أخصائي العناية بالقدم وتكلمنا نحن طبعاً عن العناية بالقدم هي أول عيادة متكاملة في هيئة الصحة بدبي اللي هي تشمل يعني تهتم في جميع النواحي اللي يحتاجها الإنسان المصاب بالسكري في موضوع العناية بالقدم وشيء وايد مهم هذا لمريض السكري إذا نتكلم عن العناية بالقدم لأنه وايد الضرر من هالناحية فالاختخصص هذا جداً مهم حكس مريض السكري نعم فهذا هو الخي محمود المقصود فيه أنه يعني اليوم في مركز دبي للسكري عندما يصاب الإنسان بالسكر يحتاج إلى متابعة يعني شمولية ليس فقط علاجه وإنما إدارة حالة الإنسان هذا لأنه نحن هدفنا أنه مصاب فعلاً بالسكر ولكن ما يوصل إلى المراحل اللي هي مضاعفات السكر ممكن تأثر على صحة العامة بشكل عام فهذه المنظومة في حالة إذا يعني استمر الإنسان مراجعاته بشكل دورية ثق تماماً أو ثقي تماماً دكتورة أنه ما بيوصل إلى المراحل اللي فيها مضاعفات السكر اللي ممكن تأثر على حياته وتعجزه من أن يقوم أن يكون يعني فرد منتج في المجتمع في نوع من الوقاية للمريضة السكرية من المضاعفات بالفريق العمل المتواجد عندكم أنك تبغي أسأل عن الوسائل الذكية كذلك نحن ما تطرقنا لها شو الوسائل الذكية التي تتواصلون فيها مع الجمهور نعم نحن في الوقت الحالي طبعاً عندنا اللي هو النظام العلاجي الذكي اللي من خلاله هناك طبعاً فئة معينة من المرضى يطبق عليهم وفي بعض الفئات لا تطبق عليهم المنظومة الذكية عن طريق الأجهزة الذكية اللي هي مضخة الإنسولين مضخة الإنسولين طبعاً يستفيد من المريض عن طريق يعني إعطاء الجرعات اللي يحتاجها من الإنسولين بشكل ذكي وطلقائي يتم من خلاله يعني إعطاء الجهاز هذه التعليمات من قبل المريض طبعاً المريض يتم تدريبه بشكل يعني مكثف جداً في المركز على استخدام الجهاز على استخدام الجهاز هذا ويتم طبعاً بعد ما يتم تدريبه من الفريق الطبي لمتكامل حتى المريض أنه لابد أن يكون متدرب على كيف يحسب السعرات الحرارية والكربوهيدرات اللي ممكن يأخذها خلال الوجبة على أساس أنه يعرف يقدر نسبة الإنسولين اللي الجهاز بيضخه في جسمه خلال الفترة طبعاً هذا النظام يعني ما يمنع الإنسان خاصة طبعاً اللي هم البالغين أو المراهقين على أساس أنه يعني ما يمنعهم من أنه يقوم بأي عمل يعني نشاطي أو اجتهاد معين في هذا لأنه كثير من الناس يقول لك والله مثلاً يبيركب الخيل مثلاً يقول ما أقدر ممكن خلال فترة ها يستوي لهبوطة أو يستوي الارتفاع ففي الجهاز هذا ممكن أنه يعمل كل الأنشطة الرياضية سواء السباحة أو ركوب الخيل أي أنشطة ويتم فقط يعني إعطاء الجهاز هذا التعليمات بحيث أنه يشتغل بشكل تلقائي هذا أحد تقنيات الحديث اللي موجودة في مركز نبيل السكري عندنا أيضاً نحن اليوم حالياً في الوقت الحالي نعمل مع أحد الشركات اللي موجودة عندنا نظام بحيث أنه يتم هناك في علاقة مستمرة طبعاً نحن البرنامج العلاج اللي موجود اليوم في مركز دبيل السكري هدفه بأنه يبني علاقة مستمرة بين الفريق الطبي وبين الإنسان نفسه طبعاً خلال ساعات العمل ولكن البرنامج اللي إن شاء الله يشغالين عليها الحين حتى بيكون هناك يعني تواصل مستمر ليس فقط يعني مع الطبيب وإنما معه الفريق الطبي متكامل خارج ساعات العمل وإن شاء الله بنتكلم عن هذا الموضوع يمكن خلال المرحلة القادمة بالتفاصيل أكثر جميل جميل جداً طيب من التطبيقات الذكية عندنا أيضاً تطبيق حياتي هذا اللي معني بمرضى السكري طبعاً هذه فرصة أنكم أنتم تنزلون هذا التطبيق مستمعين لأنه في الكثير من الخيارات الذكية اللي بتساعد أصلاً مريض السكري على التعامل مع هذا المرض والتعايش معه بشكل جميل وفيه وايد معلومات كذلك أخوية عبدالله عن هذا التطبيق تتكلم عن هذا التطبيق بشكل عام نعم التطبيق طبعاً هو من التطبيقات الذكية لهيئة الصحة بالدبي وديرها إدارة التقنية المعلومات في هيئة الصحة بالدبي الهدف منه أيضاً مثل ما ذكرنا بأنه يكون هناك فيه برنامج متكامل بحيث أنه يتم من خلاله يعني إدارة حالة الإنسان هذا المصاب بالسكر عن طريق يعني تطبيق ذكي ممكن يكون عن طريق التطبيق هذا موجود على الهاتف في الآيفون ويتم من خلاله يعني متابعة الحالة مع الدكتور إذا كان هناك أي نسب يعني غير طبيعية في الدم يتم مباشرة إدارة الموضوع هذا أي أن كان يعني المريض أي مكان يكون فبيتم إدارة الموضوع هذا عن طريق سواء الخصائي التغذية أو التثقيف الصحي أو الدكتور بنفسه تخبرنا بس عن الاستعدادات التي بشرتوها اليوم السكر العالمي طبعا شهر نوفمبر هو شهر التوعية بأهمية الوقاية أو اتباع سريب حياة صحية للوقاية من السكري فبتخبرنا شو سويته؟ نحن طالعي منك مثل ما تفضلتي أن عالميا يعتبر شهر يعني 11 اللي هو نوفمبر شهر التثقيف التوعية بالنسبة لداء السكري طبعا نحن عندنا كثير من الفعاليات زيارات ميدانية عمل فحوصات مجانية لدوار حكومية للجامعات مدارس الأطفال ثانويات العامة عندنا طبعا نحن فعالية داخل المركز يتم من خلالها يعني أعطاء محاضرات وعمل فحوصات مجانية حق الجمهور ولكن اللي يميز اليوم مركز دبي للسكري بشكل خاص فعاليتنا نحن بتكون إن شاء الله في مسرعات المستقبل بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل الفعالية هاي بتكون استضافة أكبر الشركات اللي موجودة عالميا اللي مهتمة في التقنيات الحديثة بالنسبة لداء السكري بيكون التعرف على هاي الشركات سواء يعني المضخة الإنسلينا نتكلمت عنها هذا يعني الجهاز تقني وموجود ومستخدم في مركز دبي للسكري الفريستاي اللي برا أيضا الماسح الذكي اللي يتم من خلاله أخذ عينة الدم بدون عينة السكر بدون الوخص بدون الدم يعني قياس السكر قياس السكر سيد عبدالله أنا بكمل معك بس إذا تسمح لي أخذ هذه المداخلة من المنتصر عندنا عبدالله عبدالله صباحك الله بالخير تفضل يا سيدي عبدالله خفص صوت اللي داعة تفضل عبدالله طيب إذا راح للاتصال سامح نقاطعتك الله يسلمك شكرا أنا عارف ما تحب حد يقاطعك لأن أفتارك يعني تكون مسترسل للكلا لكن عندنا نحن دائما نقول أن البرنامج للجمهور دائما نحاول نتواصل معه هو في الأساس نحن نتوجه لهم طيب أم خليفة إذا 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 رجع معنا خبرينا زين بس بأخذ مني يخلص أن نقطع عبدالله عشان ما أقطع أفكار تفضل يا سيدي الله يسلمك فتكلمنا أنه يعني السنة هاي الفكرة بأن استضافة جميع أو أغلب الشركات العالمية اللي معنية بالنسبة للتقنيات الحديثة والذكية فقط بالنسبة للمصابين بداء السكري نحن طبعا عندنا تقريبا ست شركات بيتم استضافتهم ونحن في مراحل متقدمة جدا يعني بالنسبة للانتهاء من التحضيرات هاي فنحن الهدف اليوم أن لابد أن نكون يعني متماشين مع رؤية الحكومة باستخدام التقنيات الحديثة بالنسبة للإنسان المريض بشكل عام فما بالتش يعني الإنسان المصاب بالسكر اللي نحن نعتبر اليوم مرض يعني مزمن ويتعايش معاها الإنسان فالتقنيات الحديثة هاي تساعد وتعطي جودة حياة أفضل فلهذا سبب نحن السنهاية إن شاء الله يعني بيكون التعريف بالنسبة للمهتمين بالنسبة يعني الكير بروفايدر الطاقم الطبي وأيضا هناك بتكون في دعوة لأفراد المجتمع للحضور والاستفادة من هذا المعرض طيب ناخذ محمد تفضل صباح كالله بالخير محمد ها هلو يا هلا صباح الخير صباح النور تفضل يا سيدي شكرا أعتقد موضوعكم لايس سكري نعم أنا لايف ولا بعدني والله لتبغي لا لايف أنت أنا أنا واحد من المرضى السكري سكان دبي تعالج في مركز السكري في ريبة طبعا أشكر أول شي حيئة الصحة في دبي على المجهود الجبار إنشاء المركز هذا طبعا ما عليه زود ما عليه كلام صراحة لمبادرة والجعود تشكر مليون مرة بس كان عندي استثارين مراحبتين لإقضاء بلاحظة الأولى بخصوص أنا أنا عندي سكري من النوع يسمونه 1.5 اللي هو اللادة طبعا الجماعة هناك ما مقصرين يعطون يعطيني الدعم والمساندة في كل الاتجاه ومثل ما ذكر عندك كامل المجهود يشكرون عليه وحتى الأدوية ما شاء الله عليها وقص عندي متابعة كل ستشهور كان موضوع على الجهاز اللي اتكرم فيه الدكتور وذكره قال المتابعة الذكية هذه بخصوص الأجهزة الذكية التي تركها في الجسم أنا طلق من الدكتور طبعا يعطوني سفلاي منه بس طبعا هم الرد قال فيه حالات الأشد وهذا واعتقد أنه فيه حتى موضوع نيزانية وطبعا هذا أنا متفاهم الوضع كله حتى أنا عرض قلت بشكل الجهاز بس سفلاي الشرايط هذه بعدين ممكن تعطوني إياها قال والله إمكانيات الهيئة وووو ومقدرين هذا واضح الملاحظة الثانية نعم الملاحظة الثانية لأن أنا عندي عبدال أنتو أنا هل أم في صدد أن يزودون المريض الكميات المصدوبة من الشراء إذا تاج إذا ما كانت مكانيات لأنه سعر ستنين برحم هذا واضح هالي أول النقطة النقطة الثانية باختصار محمد لأن عبدالله عندي على الخط بعد كذا النقطة الثانية موضوع موضوع في تجارب تستوي في العالم هل هم في صلد أن يتوون مركز للتجارب العلاجية هل هم في طبعا ما عندي خبر بالموضوع يمكن يكون موجود ونحن ما عدنا هل هم مثلا في الخلايا الجدعية العلاجات الموجودة الحين في العالم وفي في جامعات وفي يسوون عليه دراسة بس دبي دائما يعني تاخذ أحفن التقنيات واضح يا سيلي هل هم عندهم واضح محمد سؤالك واضح واضح تماما شكرا لك ناخذ عبدالله وبعدين من جاؤب على السيد عبدالله تفضل راح عبدالله معنا هاي المرة الثانية طول ويا أنا محمد خاص خلنا ناخذ محمد تكلم عن توفير هذه الأجهزة للمرضى كان يتحدث عن ميزانية خاصة بالهيئة كان يتحدث عن أمور كثيرة الجهاز هذا الخاص بالمتابعة الذكية هنا أنا أريد أن أتكلم أخوي عبدالله عن هذه النقطة الآن العلاج توفرون أنتو واللي أعرف أنه عندكم تقنيات حديثة بعد كذلك داشا في الموضوع هذه النقطة الثانية لما نتكلم عنها بعد كذلك ولكن شو آلية صرف هذه الأجهزة وهذه الأدوية للمرضى أنا بالضبط يعني ما أعطانا اسم الجهاز اللي هو يستخدم أو اللي هو يتكلم عنه ولكن نحن يعني مثل ما ذكرت قبل أنا أعتقد يتكلم عن الماسح الذكي هذا اللي تحط له استيكر هذا نعم الجهاز هذا أخوي محمود شوف كل الأجهزة اللي موجودة في مركز دبيل السكري سواء مضخة الإنسولين أو الأجهزة الفريستايل لها شروط لصرفها لها يعني قواعد وشروط تم وضعها من قبل الفريق الطبي اللي موجود في مركز دبيل السكري بناء عليه يتم تدريب الإنسان المصاب بالسكر على كيفية استخدام هذا الجهاز بل وأن الأهم أنه هل هو بيستفيد من هذا الجهاز ولا لا لأنه فيه فئة معينة الفترة الأخيرة نحن كنا مركزين لأنه يعني يصعب على الطفل بأنه يعني مثلا يفحص أكثر من مرة مثلا أو سواء بدأتوا تعطون الأطفال بدأنا الأولوية السنة التي طافت مثلا 2018 يتم صرفها لفئة الأطفال على أساس أنه إن شاء الله في 2019 الميزانية يديد الهيئة يتم صرف للكبار أو البالغين اللي يحتاجون هذا الجهاز ممتاز يعني على 2019 إن شاء الله يعني أنتم ناوين تحلون هذا الموضوع مع الكبار يزاكم الله خير أولا أنا بغيت بس أنوه لي شغلة يا جماعة الخير ترى اللهم لك الحمد نحن في هيئة الصحة في دبي يعني هذه الميزانية يعني الحكومة ما تألو أو ما تبخل حقيقة على علاج المواطن وأيضا المقيم فما بالكم يعني في علاج المواطن بمرض مزمن وأن الواحد يوفروا للتقنيات هذه هذه مسألة يعني مفروغ منها الثنين تكلم محمد أستاذ عبدالله عن ليش ما تستفيدوا من التجارب العالمية الأبحاث الخاصة بالخلايا الجذعية مثلا إذا كانت هذه الأبحاث معتمدة ومجربة ليش ما يتم تجربة وانت في بداية اللقاء ذكرت أن مركز دبي للسكري هو ليس صرح فقط للعلاج ولكن هو أيضا صرح تعليمي كذلك تكلمت فأنتو على حد علمي عندكم الكثير من المبادرات في الاستعانة بالتجارب العالمية الأبحاث العالمية أنتم مواكبين أول بول أيضا الكوادر اللي موجودة كذلك هي كوادر يعني دائما ما تكون موجودة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمرض السكري فخلنا نتكلم عن هذا الموضوع بالنسبة لمركز دبي للسكري والموضوع اللي تم تطرق إليه الأخ المتصل بالعكس نحن اليوم كنا نحن مركز متخصص بالنسبة لداء السكري طبعا أكيد في هناك يعني متابعة مستمرة بكل ما هو جديد سواء يعني العلاجات التقنية أو كل ما هو جديد بالنسبة لبحوث اليوم أنا أقدر أقول لك أن مركز دبي للسكر يمكن يعني أكبر عدد من اللي موجودين كطاقم طبي يدخلون في بحوث مستمرة والبحوث هاي تنزل في يعني المنشورات الدولية الحقيقة بالنسبة للخلايا الجذعية الكثير من الناس تتكلم عن الخلايا الجذعية ولكن نحن اليوم في مركز دبي للسكري أشاش على أساس أن تعتمد أنت علاج بالنسبة للخلايا الجذعية لا بد أن تكون معتمدة من منظمات عالمية وهذا الموضوع يعني بعده وفي هناك بعض الناس يمكن يعني سافروا إلى دول ثانية وسوواوا العمليات هاي بس للأسف يعني أنا أقول لك أن العمليات هاي يعني ما يابت نتائج مثل ما نحن نتوقع بالعكس في بعض الناس اتضرروا واستواتلهم مضاعفات بسبب العمليات هاي أو اللي تستوي يعني عشوائية في بعض الدول فمتى ما يتم إن شاء الله يعني الانتهاء من البحوث هاي اللي تخص الخلايا الجذعية لا بد أنها تكون إن شاء الله معتمدة من جهاز معتمد من يعني المنظمات العالمية على أساس أن يتم تطبيقها إن شاء الله أخو يا عبدالله كلمة أخيرة وحبينا بس تذكر الناس بتاريخ الإيفنت اللي عندكم كلمة أخيرة إن شاء الله يعني أنا أطلب من الجميع الحضور وبالأخص الفعالية هاي 2018 اللي هو في تاريخ 14-11 الفئة اللي بتستفيد من الفعالية هاي فئة المصابين بالداء السكري اللي وردي عندهم أجهزة ويستفيدون من الأجهزة الذكية في إدارة الحالة هاي طيب المكان والزمان نذكرون فيه المكان بيكون في أبراج الإمارات في مسرعات المستقبل في دبي الوقت من ساعة عشر لينساعة خمس مفتوح للجمهور يوم واحد سيدة الله هاي نعم يوم واحد اللي هو بيصادف أي يوم 14-11 الأربعة القادم إن شاء الله الأربعة القادم إذن الدعوة عامة كذلك للجمهور للإطلاع على آخر مسجدات العلاجات في مرض السكري وأيضا الاحتفال بهذا اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض طبعا نحن نحتفل فيهم لأن بأمانة اللي يعاني من مرض السكري دكتور أكيد هو يعني تغير نمط حياته تماما لنمط الحياة الصحي اللي نحن نرجوه أصلا قبل الإصابة بالمرض نحن شكرا لك سيد عبد الله يمع الحلو مدير شون الإدارية لمركز جبيس سكري شكرا جزيلا شكرا العفو الله يبارش فيك شكرا شكرا لك دكتور ميسون شكرا محمود كل الشكر للمنسقة عندنا اليوم ميرا الأخفري شكرا جزيلا شكرا لمعد هذه الحلقة يوسف سعد شكرا لك يا إيمان سرحيل هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي